قبل ما اتكلم معاك عن مرتبك هيبقى كام وتأثير قرارات النهاردة عليك وعلى حياتك تعالوا نشوف مع بعض كده ديون مصر لسندوق النقد الدولي ومدة استحقاقها قد ايه وامتى المفروض ندفع لسندوق النقد الدولي نبدأ مع بعض كده في نوفمبر 2016 كان القرد من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بعد كده خدنا منهم قرد تاني بعدها بفترة وتحديدا في 11 مايو 2020 كان بقيمة 2.8 مليار دولار استمرت مسيرة القرود ما بين مصر وصندوق النقد الدولي 2 يونيو 2020 قرد اخر لهذا الجنرال من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار وصلنا الى اكتوبر 22 نهاردة الصبح قرد جديد ب3 مليار دولار خلال 6 سنين خدنا 4 قرود منهم بقيمة 23 مليار دولار بطبعا اضافة القرد بتاع النهاردة الحمد لله مصر وصلت النقد تاني اكبر مقترد من صندوق النقد الدولي بعد الارجنتين طيب ايه جدوى الاستحقاق؟ المفروض ندفع ايه لصندوق النقد او بندفع له ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض خلال 5 سنين مصر مطالبة بدفع 21 مليار دولار لصندوق النقد الدولي بس يعني احنا في خلال 5 سنين عندنا 21 مليار لازم ندفعهم للصندوق 2022 لازم ندفع قبل نهاية السنة دي 746.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي احنا اخدنا منهم 3 مليار ولازم ندفع لهم في خلال شهرين 750 مليون طيب في 2023 السنة الجاية لازم نديهم 4.4 مليار دولار 4.5 مليار دولار لازم ندفعه لهم السنة الجاية واحنا النهاردة اخدين منهم 3 مليار يعني اكتر من اللي احنا اخدناه النهاردة طيب بص كده في 24 مفروض ندفع لصندوق النقد الدولي ايه؟ ندفع له تقريبا 7 مليار دولار يا راجل ده احنا لسه اخدين منه 3 مليار النهاردة ما عليش والله بس انت مستلف منه 20 قبل كده فحضرتك لازم تدفعهم خلال 5 سنين فقط زالت ديون مصر 106 مليار دولار في عهد الراجل اللي صورته طلع فوقي على الشمال ولا اليمين ده راجل بيقترد بشكل كبير جدا ارتفعت الديون من 60 مليار الى 167 مليار دولار في عهد عبدالفتاح السيسي طيب الراجل النهاردة بيتكلم على الدولار الواحد بقى ب23 جنيه لما بدأنا نشتغل اعداد الحلقة فريل اعداد بعتولي صورة كانت غريبة شوية للاعلام المصري اللي تناول خبر مشابه للدولار والجنيه لكن مش النهاردة كان في 2012 او 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي الله يرحمه بعد خطاب مرسي الوردي الدولار يسحق الجنيه قفز الى 6 جنيه مش كده و26 و6 و58 بالسودة والبترول تؤجل توزيع البتجاز بالكوبونات ورئيس الوزراء الوضع صعب ودقيق فنقف كده عند الصورة شوية ايام مرسي كان ايه كان الدولار بيسحق الجنيه وكان ايه كمان كان قفز الى مش عارف ايه طب اخوانا النهاردة ايه اللي حصل نرجع بقى خلاص ايه اللي حصل بقى النهاردة يا جريدت الوطن ها منشطة جريدت الوطن عامل ازاي منشطات الصحف بتتكلم عن ايه الـ 24 ساعة اللي فاتوا اصلا ايام مرسي الله رحمه كان قفز على الجنيه وصحق الجنيه وعمل النهاردة بقى بتقولوا ايه تعالوا نشوف كده ناخد جولة مع بعض في منشطات الصحف الرسمية والغير رسمية المصرية النهاردة نتابع كده الصور اللي هتطلع واحدة واحدة ونشوف وكيل خطة النواب تحرير سعر الصرف يقلس التضخم والتدفقات الدولارية تنعش السوق دي جريدت الوطن الله هي مش دي بتاعت يقفز ويصحق ايوه بس وكيل خطة النواب مأكد لجريدت الوطن ان تحرير سعر الصرف بيقلس التضخم يلا نشوف منشطة كمان اخبار اليوم خبراء مصرفيون قرار المركزي برفع الفائدة يدعم جهود احتواء التضخم تكبير الناس كلها فرحانة الخبراء قالوا يا جماعة تقريبا دول خبراء غير اللي قالوا للسيسي تاريخنا لا يسمح لنا ان احنا نشارك في المهزلة دي ونمشي في مصار فاشل الاهرام كيف تستفيد مصر من نعمة مياه الامطار خبراء يضعون رشدة للعبور من ازمة كل عام دي طبعا الاهرام قبل ما يوصلها لسكريبت بتاع التعويم وقرارات البنك المركزي فيه صور كمان معنا لماذا الدينار الكويتي اغلى عملة في العالم الاسباب والتفاصيل دي صدى البلد طب ما تكلمونا يا جماعة عن الجنيه المصري لماذا هو بقى من اسوأ العملات في العالم يا اخواننا في صدى البلد يا ناس يا ابتوء احمد موسى اخبار الجنيه المصري ايه النهاردة البورصة تحقق مستويات قياسية خلال تسعين دقيقة فقط انفو جراف اليوم السابع البورصة تحقق مش عارف ايه والمؤشر الرئيسي يرتفع بكم طبعا ده بعد القرارات العظيمة اللي حصلت النهاردة لانه فيه خبراء اقتصاديين زي ما انتم عارفين القاهرة 24 كبير الاقتصاديين بسندوق النقد حذرنا من تسعير الجنيه باعلى من قيمته وقرار اليوم خطوة نحو الاصلاح ما هو طبعا ما هو طالب منك اصلا انك تعاوم الجنيه وتخفض قيمة الجنيه قدام الدولار بقالك شهور طويلة وبالتالي لازم يطلع صندوق النقد يثني ويمدح هذه القرارات مستشار سابق بصندوق النقد سعر الصرف الحر يمنع السوق السوداء طبعا برضو دي من الايجابيات الجميلة جدا لكن ايام الرئيس الراحل محمد مرسي كانت القصة كلها ان الجنيه ينهار والدولار يسحق ويقفز على الجنيه والكلام الغريب